في وقت تتعالى فيه أصوات المطالبين بترحيل اللاجئين وتشديد القيود على إجراءات الهجرة واللجوء في دول القارة الأوروبية يظهر الواقع ما يضيفه اللاجئون والمهاجرون من مكاسب إلى دول المهجر دراسة جديدة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني في مدينة كولين تظهر أن استقدام مزيدا من المهاجرين المؤهلين هو الوسيلة الأكثر فعالية لسد الفجوة وتقليل نقص العمالة الماهرة فجوة ستكلف الاقتصاد الألماني 49 مليار يورو هذا العام 46 مليون شخص عملوا في ألمانيا العام الماضي لكن ذلك لم يكن كافيا لسد النقص بحسب الدراسة التي أشارت أيضا إلى أن كلفة نقص المهارات سترتفع إلى 74 مليار يورو عام 2027 الخسائر الكبيرة هذه دفعت ألمانيا لإطلاق قانون يهدف لتسهيل هجرة العمالة والذي دخل مطلع آذار الماضي المرحلة الثانية منه ما يعني فتح الباب أمام 25 ألفا من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي للعمل في ألمانيا إجراءة تشجع على الهجرة في ألمانيا تزامنا مع تضييقات في دول أخرى مجاورة فكيف تنعكس القوانين هذه على أوضاع اللاجئين والمهاجرين السوريين في البلاد؟